بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العدد المركب اللي موجود قدامكم إذا ردت أسميه C إذا ردت أسميه C لازم أحوله إلى الصيغة الجبرية لازم أحوله إلى الصيغة الجبرية إذا رح أجي أبسط داخل القوس يعني رح يصير عندي ثلاثة زائد I نزلوا إيديكم بابا على واحد زائد I ورح نضرب بالعامل المنسب اللي هو واحد ناقص I على واحد ناقص I لكل تكعيب رح أجي أستعرض وياكم شنو الأخطاء اللي وقعتوا بيها تثبتوها يمكم هذه الأخطاء المفروض هذه الأخطاء بعد ما تتكرر مرة ثانية لأن بالوزاري يكون الخسارة بيها خسارة شبيرة جدا إذن معناها هذا القوس ما زال تكعيب المقام واحد زائد واحد هو اثنين ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة في سالب I سالب ثلاثة I I في واحد رح يصير عندي I وI في سالب I هذا رح يكون سالب I تربيع يعني معناها رح يصير الجواب أربعة ناقص اثنين I على اثنين الكل تكعيب وكلكم وصلتوا إلى هذه المرحلة إذن كلكم قدرتوا تعصلون إلى اثنين ناقص أي تكعيب ولكن الكوارث الطبيعية والزلازل والبراكين صارت من بعد هذه الخطوة شفت أحد الحلول بأن قايل لي إيساء وثمانية ناقص أي تكعيب وهذه بالامتحان الوزاري يعد خطأ علمي كبير جدا الأسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح يعني بعد ما وصلنا إحنا إلى هذه المرحلة بعد هنا أكو أخطاء ممنوعة باشر إن شاء الله صيرون أطباء صيروا المهندسين أكو أخطاء مقدور عليها لكن أكو أخطاء ممنوعة يعني ممكن تكلف حياة شخص إذن ما الأجي أوزع التكعيب على الثنين وعلى آي إذن هذه متجاوزيها من زمان الأسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح إذن معناها رح أسويها إثنيا ناقص آي تربيع في إثنيا ناقص آي إثنيا ناقص آي تربيع في إثنيا ناقص آي شنو الخطأ الثاني اللي شفته في أكثر من ورقة امتحانية الطالب قال لي مربع الأول هو أربعة خلف الله عليك ومكثر الله من أمثالك لكن من تقول لي ناقص إثنيا آي ليش ناقص إثنيا آي إحنا مو متفقين مربع الحدانية يكون حاصل ضرب الإشارتين إثنيا في الأول في الثاني يعني معناها شرح يصير عندي رح يصير أربعة آي زائد مربع الحد الثاني اللي هو آي تربيع هذا الإثنيا ناقص آي رح ينزل على وضعه إذن شفت أكثر من ورقة امتحانية كاتفي ليها إثنيا ناقص إثنيا آي زائد آي تربيع ليش إثنيا إحنا اتفقنا لازم أميز بين قانون الفرق أو مجموع مكحبين القوس الشبير اللي هو عكس الإشارة الأول بالثاني ذاك ما بيضعف لكن قانون مربع الحدانية يقول مربع الأول ضرب الإشارتين الثانيين في الأول في الثاني الإشارات ضربتها بعد ما أقراها زائد مربع الحد الثاني إذن صار خطأين شفتها لحد الآن في امتحان اليوم الخطأ الثالث شنوه لقيت أحد الطلاب بمسوي هذا الحشي صحيح وكاتب الآي تربيع معتب رسالب واحد وهي الأربعة ثلاثة كاتب لي ثلاثة ناقص أربعة آي وهنا كاتب لي ثنية ناقص آي هذا أيضا خطأ هذا شنو معناه هذا معناه السالب أربعة آي مضروب بالأول والثاني مو التلاثة في حين هو من هو هذا القوس كل مضروب بالأول والثاني إذن هذا القوس يجب أن يوضع يعني شوفوا ترى الغاية من الامتحان هو ليس الحصول على الدرجة الكاملة بقدر من أنه الغاية من الامتحان هو الاستفادة من الأخطاء ماكو مشكلة سهنا بعضكم الطيئة ثلاثة من عشرة بعضكم الطيئة سبعة من عشرة لا تنقهرون بس سهنا قولوا هذا الحشي بعد رح يصير ترجية بالذنة يعني ما من يتكرر مرة ثانية زين إذن هذا الخطأ الثالث هس هنا رح أجي أوزع ثلاثة في ثنيا رح يكون عندي ستة ثلاثة في سالب آي رح يصير سالب ثلاثة آي ناقص ثمانية آي زائد أربعة آي تربيع من هو الأربعة آي تربيع هذا سالب أربعة وي الستة يعني لحد الآن السي هو من هو هو ثنيا ناقص دعش آي هل هذا هو الجذر الأول أم الجذر الثاني الجواب بأنه لا الجذر الأول ولا الجذر الثاني أنا اش دا أقول لو كانت صيغة السؤال جد المعادلة التربيعية ذات المعاملات الحقيقية وأحد جذريها يعني إذا هذا ماكو إذا هذا ماكو أحد جذريها العدد المركب كان هذا سميته أتش إذن الكي المرافق ماته لكن أنا اش دا أقولكم هنا دا أقولكم أحد جذريها من هو النظير الجمعي لتبسيط هذا أحد جذريها النظير الجمعي لتبسيط هذا لذلك أحد الجذرين اللي رح أسمي أتش هذاش يساوي يساوي سالب اثنين زائد دعش آي إذن هذاش رح أكتب عليها هذا رح أكتب عليها أحد الجذرين إذا حتى لو مكتبتها ماكو مشكلة لكن يفضل أن أكتبها بالنسبة للمتميزين أكتب one of root زيد إذا كان أحد الجذرين هو سالب اثنين زائد دعش آي اللي هو النظير الجمعي النظير الجمعي للاثنين ناقص دعش آي وإحنا متفقين النظير الجمعي أغير إشارة الحقيقي والتخيلي معا إذن لابد أن الكي هو منو إحنا متفقين ملاحظة أخذناها الدرس الماضي إذا كانت المعادلة التربيعية ذات معاملات حقيقية فإن الجذران مترافقان لقيت واحد من الطلاب كاتب للكي هو اثنين زائد دعش آي لا هو الكي مرافق منه مرافق الـ H الكي هو مرافق الـ H فإذا كان الـ H هو سالب اثنين زائد دعش آي فإن الكي هو رح يصير سالب اثنين ناقص دعش آي إذن هذا شنوه؟ هذا هو الجذر الآخر أو أكتبه هنا لأذر روت إذن هسه رح يبدي حل السؤال يعني معناها الـ H زائد K يساوي سالب اثنين زائد دعش آي زائد سالب اثنين ناقص دعش آي إذن الجواب هو سالب اربعة الـ H في K هذا رح يساوي سالب اثنين زائد دعش آي في سالب اثنين ناقص دعش آي وحاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه يساوي مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي يعني معناها مية وواحد وعشرين اللي يساوي مية وخمسة وعشرين إذن المعادلة رح يصير X تربية ناقص مع القانون ومجموع الجذرين سالب يعني رح يصير زائد أربعة X زائد حاصل ضرب الجذرين مية وخمسة وعشرين يساوي صفر إذن هذه أكتب عليها مقابيلها المعادلة التربيعية أو أكتب مقابيلها Quadratic Equations إذن معناها هذا حل السؤال وقبل ما أبدي بمحاضرتنا أريد أسمع ملاحظاتكم على هذا الحج أه معكم ملاحظات عرفتوا أقطائكم هسة نعم حسام الله استاذ أنا غلطي غلطة هسة يمكن أن نجلط هو مقال لي نظير جمعيه فأنا استاذ يعني مبسطت أثرت يعني رأساً حوات الإشارات أهلا بسطت يعني شلون إنته مقالي 3 زائد A على 1 زائد A فهو مقال لي وياه نظير جمعيه فأنا استاذ سالب 3 ناقص A على 1 ناقص ناقص واحد على سالب 3 إحنا من التفقين إحنا من التفقين لا يجوز التعامل مع أي عدد مركب إلا إذا كان بصيغته الجبرية لا يمكن جمح ولا طرح ولا ضرب ولا قسمة ولا نظير جمعي ولا نظير ضربي ولا جذران تربيعيان ولا صيغة قطبية ناقضها وراء العيد ولا كل شيء أسوي بالعدد المركب إلا أن أجعله بالصيغة الجبرية أحيانا نعم أحيانا في الصدفة يكون حلك صحيح وأحيانا يكون صحيح ولكن يرهم مرة وما يرهم مرة فأني ما ريد أقول لك يصير في بعض هذه الحالات لكن مبدأ السلامة حول إلى الصيغة الجبرية يلا تبدي تشتغل بالسؤال يعني وش لازم أبسط العدد يلا الثربي النظير الثربي لازم تحول إلا يمكن يعني حتى أطيك إياها من الأخير لا يمكن التعامل مع أي عدد مركب إلا إذا كان بصيغته الجبرية فلو هي هذه لا هي لا هي ناهية ولا هي نافية يعني أحيانا يجوز التعامل ولكن أريد أخوفكم آني يعني أقول لك لا تتعامل أبد لا تتعامل لا تتعامل مع أي عدد مركب إلا إذا كان بصيغته الجبرية نعم عبد الله عبدالله بها عبدالله بها أستاذ قصير نعم أستاذ أقولك لو مثلا بالمثال يعني ما راد النظير جمعين راد النظير الضربي النظير الضربي مقلوبة النظير الضربي هم حول صيغة هذا لو كان ما بقوة هو يصير هو حتى القوة يصير لكن هنا يفضل إلا إذا كان بدون قوة يعني لو قال لك النظير الضربي لأخذنا ذاك الدرس النظير الضربي للعدد المركب ثلاثة زائد آي على واحد زائد آي فإنك بإمكانك البسط يلا هنا تضرب أو تريد تبسطت حوله إلى الصيغة الجبرية يلا تقول لي واحد على نعم عبدالله بها سلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم بالبداية سويت شعر عندي غلص بأنه ما امتبه على السؤال مسوي نظير الضربي بس وراء آخر دقائق إذا حقيت مسحت وعدت الحال بس حليت غير طريقة يعني شون طلع نفس الجواب لو لا اي نفس الجواب يعني التكعيب وزعت لكلاثة زائد آي ممكن ممكن العملية راح تكون أصعب شوية يعني التكعيب أوزع على البصة وعالمقام البصة راح أسوي قوس تربيع فيه قوس والمقام أسوي قوس تربيع فيه قوس وبعدين وراء ما أحولهم اثنينهم صيغة جبرية نضرب بالعامل المنسب والناتج أخذ نظيرة جمعية هم يصير ماكو مشكلة يطلع نفس الجواب الحل راح يكون أطول اي وصح اي صار طوي اذا نسهنا ان شاء الله استفاديته من هذه الأخطاء أنا كان ببالي شوية أثقل السؤال يعني أنا عبالي أقولكم وأحد جذريها هو مرافق العدد المركب يعني معناها أحسب بالبداية النظير الجمعي وبعدين الناتج أحسب النظير الضربي وبعدين الناتج أحسب المرافق هذا أسمي الأج والكي هو المرافق مات على كل بالوزارة يجيب الثقن هذه يعني أصعب سؤال ممكن يجيب الوزارة بهالصورة هذه إذا قل ذات المعاملات الحقيقية إذن مباشرة اليوم راح يكون نقاشنا لبعض الأسئلة الوزارية وبعض الأسئلة الإثرائية أريد تكتبوا لي هذا السؤال أوجد مجموع وحاصل ضرب جذري المعادلة نعم حسام استاذ يعني اليوم معدنا موضوع جديد اليوم راح نأخذ أسئلة بعضها وزارية وبعضها إثرائية على هالموضوع ممكن تجيك بالامتحان الوزاري لذلك المادة مهمة جدا اليوم مادة مركزة الدرس الماضي كانت بس قانون وتعويض اليوم المادة مركزة لذلك كل مهم بأن تنتبهون عليها إذن أوجد مجموع وحاصل ضرب جذري المعادلة هي نوع من الأسئلة إحنا المعادلة التربيعية الصيغة مالتها هي زت تربيع يعني ليش ركت بالزت تربيع لأنه بالسؤال ناطيني يعني مو إلا أكس تربيع ناقص مجموع الجذرين في زت زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر قانون المعادلة التربيعية هي هذا حتى أقدر أستخرج مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين لازم يكون معامل الزت تربيع واحد في هذا السؤال الذي موجود قدامكم معامل زت تربيع هو واحد زائر اثنين آي إذن ما أقدر أستخرج المجموع وحاصل الضرب إلا إذا كان معامل زت تربيع واحد السؤال يحل بطريقين الطريق الأول مطول جدا بأن أحل هذه المعادلة قدامكم بالدستور وأستخرج الجذرين وبعدي ذول الجذرين مرة أجمعهم ومرة أضربهم انتهى السؤال لكن العملية معقدة جدا الطريق الأسهل بأن أجعل المعادلة المعطات في السؤال تشبه القانون العام تشبه القانون العام وبعدي أسوي مقارنة أجعل المعادلة الموجودة بالسؤال تشبه القانون العام وبعدي أسوي مقارنة لأن بهذا السؤال هو ما يريد مني الجذرين شنو هو يريد مني مجموع الجذرين و يريد مني حاصل ضرب الجذرين إذن إيش رح أسوي بالبداية أول خطوة رح أجي أقسم المعادلة كلها على واحد زائد اثنين آي يعني رح يصير عندي ز تربيع ز تسعة ناقص ثلاثة آي على واحد زائد اثنين آي هذا كله بيش مضروب هذا كله مضروب بالز زائد اثنين في خمسة ناقص ثلاثة آي على واحد زائد اثنين آي هذا يساوي صفر صفر على واحد زائد اثنين آي هو صفر اذا قسمت المعادلة كلها على واحد زائد اثنين آي من اريد اقارن مع الصورة القياسية شنو الصورة القياسية هي ز تربيع ناقص مجموع الجذريا في ز ز حاصل ضرب الجذريا يساوي صفر هسا اريد واحد من عدكم يسوي لي المقارنة واريد اشوف درجة الرؤية مالتكم قوية لو ضعيفة ما هو مجموع الجذرين وما هو حاصل ضرب الجذرين شو تقولين فاطمة الصوت عندش مشكلة بالصوت نعم طيبة السلام عليكم السلام استاذ اول شي ترس المجموع الجذرين هي سالة بأجزاد كي مجموع الجذرين يعني الأجزاء كي يمثل رقميا بالمعادلة الفوق من نريدة 9-3i على 1-2 زين وحاصل ضرب الجذرين 10-2 داخل القوس 5-3i على 1-2 زين اذا هذا الحجي ما تشرح تاخذين عالية 8 من 10 بالوزاري بيش هذا السالب هذا السالب اذا المقارنة عند المقارنة اذا كانت الاشارات متشابهة فيجوز ذكر الاشارة او عدم ذكرها اما اذا كانت الاشارات مختلفة فعند المقارنة لازم تقرأ مع الاشارة يعني هنا من اريد اقارن رح اقول السالب اج زائد كي هذا شي ساوي 9-3i على 1 زائد 2i زين انا اريد اريد بس الاشارات زائد كي يعني رح اضرب فيه سالب 1 يعني رح يصير الاش زائد كي تساوي سالب 9 زائد 3i على 1 زائد 2i زين هس هذا السؤال من اجيبه بالامتحان الدرس الجاي وحسام يكتب لي الجواب الى هنا وقطي 8 من 10 رح يقول لي ليش اقول لي ما تذكر انا قلت لك ذاك الدرس لا يمكن التعامل مع اي عدد مركب الا اذا كان بصيغته الجبرية يعني ورم تكمل هذا الحجي لازم تضرب العامل المنسب 1 ناقص 2i على 1 ناقص 2i وتطلع جواب هذا رأي الرأي الثاني الطالب يقول انا اريد اجعل الاشارات هي متشابهة على ما اقرأ الاشارة شي يسوي يقول هذا الموجب هذا الموجب رح اسوي سالب فيه سالب سالب رح يبط برا والسالب رح يدخل على القوس يعني هذا رح يسوي سالب 9 زائد 3i طبعا رح ينظر بس بالبسط على 1 زائد 2i يعني وصلنا الى نفس هذا الحجي يعني بالمقارنة بعد السالب وهي السالب ما يكون داعي أقراها فرح أقول الاش زائد كي يساوي سالب 9 زائد 3i على 1 وبعدين نضرب بالعامل المنسب وطلع جواب هذا الأج زائد كي زيان الـ HVK ما طول الإشارات متشابهة المقارنة رح تكون اعتيادية يعني رح يصير عندي 10 ناقص 6i على 1 زائد 2i وأيضا رح نضرب بالعامل المنسب 1 ناقص 2i على 1 ناقص 2i وكمل الحل اعتيادي إذن معناها الحل الكامل لهذا السؤال موجود عندكم بالملزمة وآن هنا طبعا في حالة الضرب مستخدم القالب أنتوا أكيد رح تستخدمون التوزيع وتوصلون إلى نفس الجواب بالملزمة أنا مستخدم هذا الموجب معتبره سالب في سالب سالب نبقيها والسالب اللغ داخل القوس ومقسم على 1 زائد 2i وبعدين نمسوي المقارنة إذن هذا السؤال رح تركه واجب عليكم أغلب الأسئلة اللي رح ناقص اليوم حتى نكسب وقت ونسولف على أكبر عدد من الأسئلة رح تكتبون السؤال ونفتهم الفكرة والسؤال يبقى واجب عليكم وهو محلول بالملزمة نعم ضحى إذا عند السؤال أستاذ يعني هسا أنا يصير أنه ما أقارن بالأول أول شي أقوم أن أبصف هذا الموجود عندي القسمة حتى ما أصير شوي دوخ علي أبصف هذا تردين تقسمين على 1-2 والضربي بالعامل المنسب يلا تقارنين نعم ما يكو مشكلة جائز حسا هنا قبل ما أنتقل إلى السؤال الوراء هذا القانون أبو الكتاب يتعامل وياه بطريقة مختلفة ركزوا وياه لأن احتمال بالمدرسة رح يسول فولكم هذا الموضوع بطريق آخر حتى لا تستغربون أبو الكتاب معتبر المعادلة التربيعية هي AX تربيع زائد BX زائد C تقوى صفر إذن المعادلة التربيعية هو هذا معتبرها أبو الكتاب وبه الصورة هذه من أريد أقسم على A حتى أجعل معامل الأكس تربيع واحد معتبرها X تربيع زائد B على A X زائد C على A يساوي صفر وحتى يقارنها بالصورة القياسية يقول هذه X تربيع ناقص سالب B على A X زائد C على A يساوي صفر وقايل إذن مجموعة الجذرين اللي إحنا مسميهم X زائد K هذا شنو قانون قانون سالب B على A وقايل حاصل ضرب الجذرين HVK يساوي C على A إذن هذا السؤال بني يحل أبو الكتاب شون يحل يقول أنا ما قسم ما قسم على 1 زائد 2 آية أنا عندي قانون يقول لي مجموعة الجذرين يساوي سالب معامل Z على معامل Z تربيع هذا اللي دشوف قدامكم سالب معامل Z على معامل Z تربيع وحاصل ضرب الجذرين يساوي لحد الثابت على معامل Z تربيع أبو الكتاب يتعامل ويهي الموضوع بهذه الطريقة وهي طريقة صحيحة جدا وعلمية جدا ولكن هذه الطريقة ما أحب أسولف بها لأن بيها مشاكل شون المشاكل اللي بيها شفنا واحد من الأسئلة ذاك الدرس من يقول لي مثلا Z أو X تربيع ناقص خمسة ناقص خمسة I X زائد A يساوي صفر سولفنا عليه السؤال ذاك الدرس وعلم أحد الجذرين مثلا الجذرين أحد الجذرين ثلاثة زائد I يقول لي جد الجذر الآخر وقيمة A دنشوف بالامتحان الوزاري وحتى بالامتحانات المدرسية بعض الطلاب من ييجي يكتب القانون ما لحاصل ضرب الجذرين يكتب C على A يكتب C على A لهنا صحيح جدا وبعدي من دي يشوف هذا A وده يعوض مكان C أي يش يسوي ده يسوي A على A ويساوي واحد إذن صار خطأ وراح السؤال وراح في الدرجة إذن السؤال اللي موجود بالكتاب يعني هو خلي نقول خلال تنظيمي في الكتاب خلال تنظيمي مو خلال علمي خلال تنظيمي بالكتاب المفروض يبتعد عن الحروف A B C حتى ليصير تداخل بين القانون وبين هذه الحروف لكن نشوف بالامتحان الطالب يقول A على A وبالتالي يسويها واحد وهذا خطأ هذه A تختلف عن هذه A هذه A يقصد بها معامل أكثر لكن هذا A هذا عدد مركب الذي حصل الحد الثابت الحد الثابت فهذه الطريقة ما أفضل استخدامها بالامتحان الطريقة الأسلم لكم بأن دائما تجعلون معامل المتغير التربيعي واحد حتى تقارنون بهذه الصورة تجعلون معامل المتغير التربيعي واحد من أجل المقارنة بهذه الصورة عملية المقارنة ستكون سهلة جدا وبعيدة عن المخاطر استسمها A B C لأن هنا ما ستستخدم القانون بالحروف هواية أخطاء يوقع بها الطالب من يستخدم الحرف في استخدام القانون إذن هذا السؤال الأول إن شاء الله تكون الفكرة مات مفهومة وننتقل وياكم إلى السؤال الآخر كتبوا لهذا السؤال إذا كان الفرق بين جذري المعادلة 2 Z تربيع ناقص 4 Z زائد M يساوي 0 يساوي 2 I فما قيمة M if the difference between the equation roots 2 Z square minus 4 Z plus M equal 0 equal to I so what's what's the value of M إذن فكرة السؤال لحد الآن مواردة بالوزارة والسؤال ما موجود عندنا بالكتاب راح تقولولي ممكن يجي بالوزارة يقولكم إي ممكن السؤال يعتبر منهجي لكن منهجي تقيل مو صعب فسا راح يشوفوه السؤال مو صعب لكن لأن فكرة جديدة فالطلاب يعتبروا صعب بالبداية أريد أجعل هذه المعادلة تشبه الصورة القياسية حتى أقارن ش تقولون ش سوي أريد أجعل هاي المعادلة تشبه الصورة القياسية ش تقولين تقال ساذ راح أقسم على 2 راح قسم على 2 زيان من راح أقسم على 2 يعني المعادلة ش راح أصير عندي زت تربيع ناقص 2 زت زائد شنو زائد M على 2 زائد M على 2 يساوي صعب طيب من أريد أقارن مع الصورة القياسية الصورة القياسية راح تكون زت تربيع ناقص مجموعة جذرين في زت زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر طبعا تردون تقولون هنا نفرض الجذرين H و K بعد أحسن أقول نفرض الجذرين H K suppose of two rules R H K بعد أحسن من أريد أقارن هس ش راح يصير عندي راح يصير H زائد K يساوي شنو ال H زائد K يساوي 2 مقارنة اعتياديا ال H في K بعد شوية راح أرجع لي هم ال H زائد K يساوي 2 ليش مقرأت الإشارة السالبة احنا قلنا اذا كانت الإشارتين متشابهة فكيف اريد اقرأ اشارة او ما اقرأ اشارة لكن اذا الإشارتين مختلفة فلازم اقرأ الإشارة لحد الان الامور منهجية جدا ومطروقة جدا شنو الجديد بالسؤال يقول لي وكان الفرق بين جذرين المعادلة هو 2 ا اذن الجذرين منسميتهم H وK اذن الفرق بين الجذرين ربما يكون H ناقص K يساوي 2 ا وربما K ناقص H 2 ا رح يطلع نفس الجواب بالحالة اذن صار عندي معادلة اريد حلها آنيا تحل بالحذف باي اليمينيشن زين الحذف اكو بطريقتين اكو طريقة الجمع باي ادنك واكو طريقة الطارح باي سبتراكتينك زين هنا اكيد هنا رح حل بالجمع اش رح يصير عندي 2 H باعتبار K ناقص K صفر يساوي 2 زائد 2 I بالقسمة على 2 يعني معناها ال H يساوي شنوه 1 زائد I خلي اعتبر هذه معادلة رقم 1 واعتبر هذه معادلة رقم 2 اذا كان H هو 1 زائد I وريد استخرج قيمة K اذا مباشرة ايش رح اقول هنا رح اقول 1 ام كان ال H رح اعوض 1 زائد I اذا رح يصير 1 زائد I زائد K تساوي 2 يعني معناها الكي رح يصير عندي اذا 1 زائد I تنقل الى الطرف الاخر رح سالب 1 ناقص I يعني معناها رح يصير الجواب 1 ناقص I واذا واذا هذا سويت K ناقص H رح يصير الكي هو 1 زائد I وال H هو 1 ناقص I المهم احد الجذرين هو 1 زائد I والجذر الاخر هو 1 ناقص I زين بعد مكملت مقارنة مجموع الجذرين يساوي 2 حاصر ضرب الجذرين شي يساوي يساوي M على 2 يعني معناها رح أقول H K تساوي M على 2 جذرين ال H عندي وال K عندي يعني معناها رح يصير 1 زائد I في 1 ناقص I يساوي M على 2 ذول مترافقين يعني رح يصير عندي 2 تساوي M على 2 إذن معناها قيمة M تساوي 4 إذن فكرة السؤال غريبة نوعا ما ولكن مو كل الصعبة إذا قدرت أحل السؤال بشكل منطقي وأسمع آراءكم لهذا الحل نعم طيبة أشناق السؤال كيف عرفت شو نطل هش نوم هو يقول لي بالسؤال يقري السؤال الفرق بين جذري المعادلة يساوي 2 أي كلمة فرق شنو معناها ناقص يعني ناقص إذن هنا لكن الفرق في اللغة العربية أكو كلمة فرق وكلمة تزيد وكلمة تقل هذا إن شاء الله بالفصل الثاني رح نسولفها بشكل أدق لأن أكو أسئلة وزارية عليها من أجي أقول درجة طيبة الفرق بين درجة طيبة ودرجة فاطمة اليوم درجتي مثلا ربما طيبة ما أخذ أكثر وربما فاطمة ما أخذ أكثر لكن من أقول درجة طيبة تزيد عن درجة فاطمة بمقدار ثاني يعني طيبة ما أخذ أكثر يعني درجة طيبة ناقص درجة فاطمة تساوي ثاني من أقول درجة طيبة تقل عن درجة فاطمة بمقدار ثاني يعني معناها درجة فاطمة ناقص درجة طيبة تساوي ثاني بس من أقول الفرق بين درجتي هما يساوي اثنين فربما الاول ناقص الثاني وربما الثاني ناقص الاول اذا بهذا السؤال يفترض ان اسوي احتماليا ولكن الاحتماليا تطلع لي نفس الجواب لذلك اكتفيت باحتمال واحد بعد اللي عنده مداخلة قبل ما انتقل الى الجن الثالث اليوم جاي بلكم اياي مجموعة من الجن ونحاول نتعارك وياهم استاذ بس بالوزاري يحتاج نكتب للإحتمالين لو بس احتمال واحد سوي الاحتمال الثاني اذا طلع نفس الجواب ممكن تبقي ممكن تنسحق يعني هسا هنا من اسوي الاحتمال الثاني شوف اش رح يصير عندك يعني اذا قلتي هناك كي ناقص ات يساوي اثنين اي رح يصير عندك اثنين كي تساوي اثنين زائد اثنين اي يعني معناها الكي رح يطلع واحد زائد اي والح رح يطلع واحد ناقص هو ماذا يريد مني الجذر بهالسؤال ده يريد مني الام لذلك الاحتمال الواحد كافي لكن في بعض الاسئلة اليوم رح اطيك وطيك 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 مواجبات اثرائيات في بعض الاسئلة لا من يقول لي فرق لازم اخذ الاحتمالين لان كل احتمال رح يطلع لي جواب ازعم اه اروح للجنة ثالث ازعم اذا استعدوا هذا السؤال ايضا رح يبقى واجب عليكم تردون اخذوا صورة للشاشة يعني ما يخص السؤال الاول ما مكمله موجود عندكم بالملزمة الحل الكامل والسؤال الثاني هذه الطريقة اللي حلينا بها اه بالكتاب او بالملزمة انا ما حال بطريقة الحذف حال بطريقة التعويض بالملزمة حال بطريقة التعويض فانتو كيفكم تردون تستخدمون الحذف او التعويض يلا كتبوا لي اجني ثالث اذا كان اي زائد بي اي تربيع احد جذري المعادلة اكس تربيع ناقص عشرة اكس زائد مية وتسعة وستين يساوي صفر جد قيمتي اي وبي تنتمي الى ار ملزمة الانجليزي if a plus pi square is one of the equation roots x square minus 10x plus 169 equals zero find values a b belong to r هنا بس هنا جماعة المتميزين هنا كان خطأ ادنى مطبعي بالملزمة مكتوبة ام بالملزمة بس الام يصير بمكانها اي زائد بي اي لكل تربيع زائد فكرة السؤال شنو هو ناطيني الاتش اسموه الا اسمي اتش خلي اسمي كي ماكو مشكلة خلي اسمي ام يعني هو ناطيني احد الجذرين احنا ماخذين ملاحظة اتقول اذا كانت المعادلة التربيعية ذات معاملات حقيقية فان الجذران مترافقان اعتقد باللغة العربية اقول فان الجذرين مترافقان زين هنا المعاملات حقيقية يعني المعاملات خالية من اي اكيد ان الجذرين مترافقان لازم فاذا كان احد الجذرين اللي راح اسميه اني اتش اللي هو اي زائد بي اي تربيع يعني بتعبير اخر اي تربيع زائد اثنيا اي بي اي زائد بي تربيع اي تربيع يعني شنو معناها اي تربيع ناقص بي تربيع هذا الجزء الحقيقي زائد اثنين اي بي اي هذا الجزء التخيل هذا احد الجذرين هذا يمثل احد الجذرين منو يقدر يقولي الجذر الاخر شنو الاعتبار ان المعاملات حقيقية ما هو الجذر الاخر شو تقولين حمراء اي تربيع نعم حمراء اي تربيع ناقص بي تربيع نعم ناقص اثنين اي بي اي فاشحة شي اذا هنا الجذر الاخر رح يكون اي تربيع ناقص بي تربيع ناقص اثنين اي بي اي ليش لان يكون الجذران مترافقان من يكون الحقيقي نفس الحقيقي والتخيلي نفس التخيلي عكس الاشارة بعض الطلاب ده يتوهم ده يقول لي اي تربيع زائد بي تربيع يقول له لا هذا الحقيقي يبقى على وضعه هذا التخيلي صار عندي عكس الاشارة من اريد اقارن مع الصورة القياسية الاجزاء 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 يقابل بالمعادلة عشرة والاجز في كي يقابل في المعادلة مية وتسعة وستين اذا اريد اكتب الصورة القياسية هي شنو الصورة القياسية اكس البيع ناقص مجموعة جذرين في اكس زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر اذا واضح جدا الاجزاء كي يساوي عشرة والاجز في كي هو مية وتسعة وستين مزيد ما هو الاجزاء كي الاجزاء كي ما الذي يمثله هنا يعني رح يصير عندي اي تربيع ناقص بتربيع زائد اثنيا اي بي اي اذا هذا هو الاجزاء زائد اي تربيع ناقص بتربيع ناقص اثنيا اي بي اي هذا الكي اذا هذا شي مثل الاثنيا اي بي اي ناقص اثنيا اي بي اي صفر اي تربيع ناقص بتربيع زائد اي تربيع ناقص بتربيع يعني رح يصير اثنيا اي تربيع ناقص اثنيا بتربيع شرح استنتج إذن 2 أي تربيع ناقص 2 بتربيع تساوي 10 إذا ردت أقسم على 2 يعني رح يصير أي تربيع أريد هنا أختار لها فدلون مميز إذن رح يصير أي تربيع ناقص بتربيع تساوي 5 إذا ردت أقول أي تربيع تساوي ما رح يصير هنا يؤدي إلى أي تربيع تساوي بتربيع زائد 5 هذه معادلة رقم 1 النتجة من مجموع الجذرين بعد مطلوب حاصر ضرب الجذرين HVK ما رح أعيد كتابة الجذرين لأجل السرعة من أريد أضرب هذا في هذا حاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه منه يقول لي شي ساوي حاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه نعم محمد فراس تربيع الحقيقي زائد تربيع الخيالي إذن هذا هو التعبير العلمي الدقيق عاش شيدك هذا التعبير العلمي الدقيق بعض الطلاب يقول لي أي تربيع زائد بي تربيع وكرر تحذيري لا تحكي إياي حروف لا تحكي إياي حروف حسنا إحنا سولفنا أيام بالأساسيات وراح هوايا نحتاجها خصوصا بالفصل الثالث من أقول لك شنو مساحة المربع ليكون تقول لي X تربيع قل لي طول الضلع تربيع من أقول لك شنو مساحة المستطيل ليكون تقول لي X في Y قل لي طول في العرب احكي إياي حكي كلام لا تحكي إياي حروف الحروف يسوي لمشاكل إذن حاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه يساوي مربع الحقيقي زائد دائما مربع التخيلي جيد من هو الحقيقي الحقيقي هو أي تربيع ناقص بي تربيع يعني رح يصير أي تربيع ناقص بي تربيع تربيع هذا مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي رح يصير أربع أي تربيع وبي تربيع أربع أي تربيع بي تربيع حسن أكو طالب نظر قوي وأكو طالب نظر أقل ما نقول ضعيف أقل مو قوي جدا قوي فقط اللي نظر قوي فقط هذا رح يسوي مربع حدانية وبعديا رح يعوض مكان كل أي تربيع بي تربيع زائد خمسة زين وإذا عندي أي أس أربعة يعني رح يصير بي تربيع زائد خمسة تربيع ورح النوب يسوي مربع حدانية والعملية رح تكون صعبة جدا لكن النظر قوي يقول لأي تربيع ناقص بي تربيع حسن مريت بيها تساوي خمسة ليش ما عوضوا مكانها خمسة حاصل ضرب الجذرين هذا شي يساوي حاصل ضرب الجذرين يساوي بي يون تسعة وستين يعني معناها رح يصير عندي أي تربيع ناقص بي تربيع تربيع زائد أربعة أي تربيع بي تربيع يساوي مية وتسعة وستين رح عوضوا مكان الأي تربيع ناقص بي تربيع خمسة ورح عوضوا مكان الأي تربيع بي تربيع زائد خمسة يعني ش رح يصير عندي خلي يعتبر هذه معادلة رقم اثنين وهذا الواحد رح يجيع عوض بي اثنين يعني رح يصير عندي خمسة وعشرين أي تربيع ناقص بي تربيع هذا خمسة تربيع خمسة وعشرين زائد شنوه أربعة بي تربيع نزلتها عملية الضرب إبدالية أمكان الأي تربيع ش اكتبت اكتبت بي تربيع زائد خمسة إذن مكان الأي تربيع رح أكتب بي تربيع رح أكتب بي تربيع زائد خمسة يساوي مية وتسعة وستين هسا الأربعة بي تربيع رح تدخل على القوس يعني معناها رح يصير خمسة وعشرين زائد أربعة بي أس أربعة زائد عشرين بي تربيع ناقص مية وتسعة وستين يساوي صفر أرتبها ترتيب تنازلي يعني رح يصير أربعة بي أس أربعة زائد عشرين بي تربيع ناقص مية وتربعة واربعين يساوي صفر خمسة وعشرين ناقص مية وتسعة وستين للسهولة رح أقسم كل المعادلة على أربعة يعني رح يصير عندي بي أس أربعة زائد خمسة بي تربيع ناقص ستة وثلاثين يساوي صفر أربعة وطعش على أربعة بي أس ثلاثة يزود اثنيا وأربعة وعشرين على أربعة بي أس ستة رح أحلل بالتجربة يعني رح يصير بي تربيع زائد تسعة بي تربيع ناقص أربعة يساوي صفر زيان هو دي يقول لي أي بي تنتمي إلى أر أي بي بلونك تو أر يعني معناها مجموع مربعين سم أوف تو سكوير أكيد هذا يهمل إذن هذا رح أجي أقول عليه يهمل يعني رح يبقى عندي بي تربيع ناقص أربعة يساوي صفر يعني البي تربيع تساوي أربعة يعني معناها البي تساوي موجب أو سالب اثنين تعوض بالمعادلة رقم واحد رح يصير أي تربيع تساوي أربعة زائد خمسة تسعة يعني معناها الأي تساوي موجب أو سالب ثلاثة السؤال مو كل سهل لحد الآن هيك فكرة ما موجودة بالكتاب ولا جاية بالوزاري ولكن اعتبرها فكرة منهجية ولكن تقيلة نوعا ما وأريد أسمع آراءكم ويمكن اليوم أنتم صخنتوا على هؤلاء الجن نعم فاطمة أستاذ أنا ما قللنا يعني تنتمي إلى آر هذه مشكلة أصير مشكلة كبيرة بس هي المعادلة ما بها آي يعني جذرها حقيقة حقيقية ها أي يعني هنا عندما يقول لي تنتمي ما هذه رح يصير به هواي حد شيء إذا تنتمي إلى سي أكيد المعاملات الحقيقية لكن إذا الأي والبي ما ينتمي إلى آر ها نش مدريني شن مرافق مات فلا ما يجي هي السؤال تمام نعم بعد ماريا أستاذ بس هنا ثالث سطر يعني بالخطوة مع H زائد K نعم A تربع ناقص بي تربيع وأي تربع ناقص بي تربيع يعني زائد بيناتهم أنا مكتبت 2A تربع ناقص 2A تربع رأساً سحبت 2 عام المشترك ولقسمتها على 10 ماكو مشكلة يعني أكتبها 2 يعني تقولين أنا أريد أكتبها 2 ثنياً في أي تربيع ناقص في تربيع يساوي عشرة وبعد ينقسم على 2 ماكو مشكلة ماكو مشكلة شكراً وحتى هنا البعض من يريد يحسب حاصل ضرب الجذرين يقول أنا ما يعجبني مثلاً أحول لكل جذر مربحة دانية يقول بأن حاصل ضرب الجذرين الاعتبار أن أحد الجذرين الـ H هذا من هو الـ H يقول لي A زائد بي آي تربيع و الكي رح يصير عندي A ناقص بي آي تربيع المرافق مات فيقول الـ H في كي شي ساوي الـ H في كي التربيع رح يصير A زائد بي آي تربيع في A ناقص بي آي تربيع يقول أريد أعمم التربيع يعني رح يصير A زائد بي آي في A ناقص بي آي هذا الكل تربيع صار بالداخل مترافقين يعني رح يصير أي تربيع زائد بي تربيع هذا الكل تربيع زيان حاصر ضرب الجذرين شي ساوي 169 يقول هذا يساوي 169 بجذر الطرفين رح يصير أي تربيع زائد بي تربيع يساوي 13 يعتبرها هذه معادلة رقم 2 هذه يعتبرها معادلة رقم 2 وهذه معادلة رقم 1 ورح يعوض 1 ب2 يطلع عندي نفس الجواب فممكن يعني هنا أختزل هذه الخطوة هذا هذا يصير المكان هذا رح يطلع لي نفس الجواب فكيفكم يعني كل الطرق تؤدي إلى المياه زائد الجن الثالث رح يكون أخف من ذول التلاثة جن الرابع يقول لي اقترح جذري أي معادلة تربيعية هذه لا تكتبوها بس خلينا نفهمها ورح نجي ننفذها بشكل مباشر اقترح جذري أي معادلة تربيعية ويفضل أن يكون غير مترافقين ثم قم بإيجاد مجموعهما وحاصل ضربهما ثم اكتب معادلتيهما وبعدها قم بحجب أحد الجذرين ثم حجب مجموعهما أو حاصل ضربهما وقم بحسابهما بالطريقة المذكورة بالمثال السابق يعني معناها بالمثال اللي أخذناه درس الماضي رح تقولولي فهمنا شلون أريد تطوني أي جذرين أي جذرين أي عدديا مركبين تجعل بالكم هذا السؤال أي عدديا مركبين تجعل بالكم إلا في طين أي عدديا مركبين تقى نعم أدكم مشاكل بالصوت حورة ثلاثة ناقص أي إذن هنا عيديهم أربعة زائد اثنين آي ثلاثة ناقص آي أربعة زائد اثنين آي وثلاثة ناقص آي زيان كأنه السادة يقول للجد المعادلة التربيعية التي جذرها ذولا إذن بالبداية شا سوي هنا رح أجمع الجذرين يعني معناها رح يصير الأتش زائد كي شي ساوي رأسا نخلي أربعة سبعة سبعة زائد آي مو آم سداد زيان خلي أضربهم اثناش رح يصير اثناش ناقص أربعة آي زائد آم ستة آي ناقص ناقص آآ اثنين آي تربيع اثنين آي تربيع يعني معناها ش رح يصير عندي عشرة ليش عشرة أربعة عش رح يصير أربعة وضع عش نعم زائد آآ اثنين آي زائد اثنين آي زائد المعادلة صارت المعادلة أكس تربيع صارت أكس تربيع بعد ناقص نعم سبعة آآ زائد آي قوس آكس زائد آآ قوس أربعة عش زائد اثنين أربعة زائد اثنين آي يساوي صار إذن هاي المعادلة مالتنا شنو كان الأج مالتها أربعة زائد اثنين آي هو أربعة زائد اثنين آي والك مالتها هو 3 ناقص آي إذن هسه هذا رح أجيء مسح هذا رح أجيء مسح و هسه هذا رح نحاول نستنسخ ولين رح نحتاجه زيان رح أعلمكم بالوزاري شلوني فصل سؤال بالوزاري إذا ما رأي يجيب سؤال نصا شي سوي يختار عددي لا على التعين مثل ما هس إحنا سويناهم جمعناهم وضربناهم واكتبنا المعادلة شي سوي هنا رح يقول لي إذا كانت ويطيني لول أج وحدها لول كي وحدها مثلا الطاني الأج أربعة زائد اثنين اي طبعا ما يقول لي إذا كانت يقول لي إذا كان إذا كان أربعة زائد اثنين اي أحد جذري المعادلة يطيني المعادلة اكس اربع ناقص مجموعة جذري في اكس زائد حاصل ضرب الجذري يساوي صفر لو يجعل المجهول مجموعة الجذرين لو حاصل ضرب الجذرين مثلا مجموعة الجذرين يسمي اي وحاصل ضرب الجذرين اش قد عندي الس اربعة سائد اثنين اي فما قيمة اي تنتمي إلى س وما هو الجذر الآخر نفس الشيء اذا اراد يسويها بالانجليز يقول لي اف ويقول لي 4 plus 2 i was one root for equation يطين المعادلة نفس هذه اذا هنا اكس تربيع ناقص يقول اذر ما هي قيمة اي تنتمي إلى س وما هو الجذر الآخر زيان احنا سول افنا ذاك الدرس شلون حل ينهي شنوع من الاسئلة قلنا احد الجذرين رح اسمي اتش اللي هو ناطني بالسؤال الاتش هو اربعة زار اثنين اي ورح اجي اقول الكي هذا رح اسمي الجذر الآخر الجذر الآخر من اريد اكتب الصورة القياسية اكس اربع ناقص مجموع الجذرين في اكس زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر منو يذكرني ذاك الدرس سول افنا بمن نبدأ وبمن ننتهي ذاك الدرس قلنا من يجينه السؤال بالامتحان بمن نبدأ وبمن ننتهي نعم ماريا نعم استاذ نحط المعادلة المحط منطينا بالسؤال هذه المعادلة موجودة قدام وهذه الصورة القياسية نعم نبدي بالمعلوم مات القيمة يعني ضرب الجذرين اش كي يساوي اذا معناها رح نبدأ بحاصل الضرب وننتهي بالجمع يعني رح يصير اش كي هذا شي يساوي 14 زائد 2i زين ال-H عندي ال-H 4 زائد 2i نعم وال-K يريد يساوي ساوي 4 زائد 2i زائد 2i اذا معناها الكي يساوي ساوي 14 زائد 2i على 4 زائد 2i 14 زائد 2i على 4 زائد 3i المفروض نضرب المرافق المفروض يطلع 3i المفروض يطلع 3i لأن السؤال أنا أعرف الجواب إذا نس هنا رح نضرب بالعامل المنسب المفروض رح ترك هذا واجب عليكم المفروض يطلع الجواب 3i زين بديت بحاصل الضرب وين انتهي رح انتهي بالجمع يعني رح اقول H زائد K هذا يساوي A يساوي A لكن لو كانت المعادلة اللي ناطنيها بالسؤال هنا زائد كان صار عندي الـ أو بعبارة أخرى يعني سالب H زائد K هو A إذن معناها H زائد K يساوي صار A لكن بهذا السؤال H زائد K هو A إذن رح عوض مكان H بما يساوي هل هو 4 زائد 2i وعوض مكان K بما يساوي هل هو 3 ناقص i يساوي A إذن معناها H يساوي رح يصير 7 زائد i إذن هسا اليوم تعلمنا بشلون نفصل سؤال هسا رح أطيكم نفس العملية إلى نفس السؤال مالتنا هذا نفس السؤال وأريد طالب أو طالبة منعتكم يفصلون على نفس الوزن قبل شوية كان ال H أنا اعتبرته معلوم خلي يكون الك معلوم قبل شوية خلي يت الضرب هو المعلوم أريد الجمع تخلوه أريد تردولي السؤال شرح يصير هنا السؤال المفصل الآخر بعد الباقين لازم تعرفون شلون تفصلون سؤال على مودي هنا أنتوا من تراجعون المادة أنتوا من يمكن فصلوا سؤال وحاولوا تحلوا إذا عرفتوا تحلوا فمعناها أنتوا واصلين إلى مرحلة الفهم مو مرحلة الحفوظ يعني ما ينخاف عليكم بالامتحان الوزاري نعم حسام شلون رح أقرأ السؤال نفس الأعداد المركب نفس الأعداد لا إذا كان شنو هنا أخذنا معلوم هسا معلوم يعني إذا كان ثلاثة ناقص أحد جدرين معادلة نعم 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 سبعة زائد مستاذ سبعة زائد رح أضيفة نكهة للسؤال رح أقول لك ناقص سبعة أكس ناقص آي أكس زيان بعد زائد أرباطعش لا غير عندي مجهول زائد أي زائد أي يساوي صفر فما قيمة أي تنتمي إلى س وما هو الجذر الآخر زيان إذن من أريد قارن أكيد هنا الثلاثة ناقص آي هذا رح اعتبره أج آني من يم طبعا مؤل أي حرب زيان أكيد الكي هذا يمثل هذا يمثل الجذر الآخر إذن هذا الجذر الآخر إذن بمن نبدأ وبمن ننتهي أستاذ نبدأ بالمعلوم وننهي بالمعلوم لكن الجن بهذا السؤال شنو بأن المعادلة التربيعية تحوي على أكس واحدة معني معادلة تربيع بها مرتين أكس يعني معناها يقول لي أسحب سالب عامل مشترك وإسحب أكس عامل مشترك يعني شرح يصير المعادلة أكس سربيع أنا أحتاج سالب لأجل المقارنة وأحتاج الأكس يعني شرح يبقى داخل القوس الساب إحنا إذا نسحب سبعة ناقص آي لا رح يصير سبعة زائد آي لي أش لأن سحب السالب عامل مشترك أسحب سالب عامل مشترك الأصل إذا هو سالب يتحول موجب سالب بما أن الأصل بالإثنينات هم سالبات إذن يتحولون إثنينات هم موجبات إذا أردت تقلع القوس رح يرجع ها والأكس وياها زائد زائد آي يساوي صفر زائد من أريد أقارن بالصورة القياسية اللي هي أكس تربيع ناقص مجموعة جذرين في أكس زائد حاصل غرب جذرين يساوي صفر بمن نبدأ وبمن ننتهي نبدأ بالجمع سبعة زائد آي يساوي أت زائد كي إذن أت سائد كي يساوي سبعة زائد آي أعوض مكان الأش بما يساويها اللي هي ثلاثة ناقص آي الكي آني أريد عرف شنو يساوي سبعة زائد آي يعني معناها الكي يش رح يساوي سبعة زائد آي على ثلاثة ناقص آي آي دير بالك يا حسام دير بالك يعني قلنا اليوم بالامتحان اليومي سويت فالشغلة ما ينسكت عليها زين آني شو أستاذ لا لا أستاذ آسل أستاذ آسل آي ننقل للطرف الآخر هذا ثلاثة ناقص آي يحول إلى الطرف الآخر بتغيير الإشارة من تبهت بتغيير الإشارة يعني رح يصير ناقص ثلاثة ناقص آي إذن إش رح يصير عندي هسه الكي ندخل السالب وصير بدانها موجة يعني أقل بعملية الطرح إلى جمع رح يصير سالب ثلاثة زائد آي يعني معناها الكي شو رح يصير عندي أربعة زائد اثنين آي زين هسه هنا بدينا بالجماع بمن رح ننتهي ننهي بالمجروف نعم أش يساوي آي يساوي آي إذن الـ عندي معلوم والكي عندي معلوم يعني معناها الآي هذا رح يساوي الـ هو ثلاثة ناقص آي والكي هو أربعة زائد اثنين آي إذن ذول من أريد أضربهم المفروض يشيطلع الجواب إذن هذا رح يطلع الجواب أربعة عشر زائد اثنين آي وإحنا سولفنا ذاك الدرس أكو طريق آخر لحل السؤال على اعتبار أن أي جذر من جذور المعادلة يحقق تلك المعادلة يعني لثلاثة ناقص آي رح أعوفهم مكان كل أكس موجود ورح أجي أستخرج قيمة أي وبعدين أستخرج الجذر الآخر بعض الاعتراضات نسمحها من قبل طلبتنا الأعزاء يقول هو يقول لي بالسؤال فما قيمة أي وما هو الجذر الآخر زين أنت شو طلعت الجذر الآخر وبعدين قيمة أي يصير له ما يصير أقول نعم يصير لأن الواو في اللغة العربية لا تفيد الترتيب الواو في اللغة العربية لا تفيد الترتيب يعني من أجي أقول حضرة للمحاضرة هذا اليوم حسام ومحمد الثمن دخل بالبداية ممكن حسام أب بالبداية ممكن محمد بالبداية ممكن اثنينهم دخلوا سوى للمحاضرة الواو في اللغة العربية لا تفيد الترتيب ولكن ثم في اللغة العربية تفيد التبعية تفيد الترتيب يعني لو قلت لي فما جد قيمة أي تنتمي إلى سي ثم جد الجذر الآخر إذن هذا الحل مالتنا رح يكون خاطئ على الرغم من أن الجواب صحيح لكن الترتيب رح يصير خطأ لأنه يقول لي ثم وثم في اللغة العربية تفيد التبعية تعدل ومثل الرئيسيات عملية بدالية مثل الضرر فرح تقول لي يجيب الوزاري ثم لا ما يجي يعني كل الأسئلة اللي يجيب الوزاري يقول لي وي فهنا ما يكون مشكلة وإذا بالمدرسة رادوا يقول لكم ثم فبداية السؤال شا سوي ورما أجعلها تشبه الصورة القياسية رح أعوضوا مكان كل أكس ثلاثة ناقص أي حتى أنا هذاك الدرس أستخرج قيمة أي مو طلعت قيمة أي معلومة رح أجي أكتب هاي المعادلة هذه المعادلة أكتبها رح أجي النوب هذا رح أسميه والكي هو الجذر الآخر زيان منه والمعلوم الجمع معلوم والضرب معلوم فلو أختار الجمع لوحده لو أختار الضرب لوحده رح يطلع لي الجذر الآخر هذا إذاك اللي ثم اللي عنده أي مداخلة في هذا السؤال الزيان السؤال الآخر هذا رح يبقى هيشي من الأسئلة الوزارية السهلة جداً عام 2020 كون المعادلة التربعية التي جذرها واحد زائد اثنين آي واحد ناقص هذا رح ترقوا بالملزمة وهذا رح يبقى واجب عليكم لأن ما بيكون مشكلة إذن الجذرين واحد رح أسميه أتش والآخر رح أسميه كي وبالبداية رح أجي أجمع الجذرين وبعدين أضرب الجذرين وأكتب المعادلة وأعوضها تعويض مباشر فسا أنا بالملزمة مسميها أم وإهل كيفكم إحنا الحروف ماكوشي اسمه إلا أتش وإلا كي إذن أختار أي حرفين أجمعهم أضربهم وأكتب المعادلة أصلاً بعض الطلاب أصلاً ما يطيهم اسم يعني يكتب لي هنا مجموع الجذرين يساوي ويعوض وهنا يكتب لي حاصل ضرب الجذرين يساوي ومن يكتب القانون هنا يكتب مجموع الجذرين وهنا حاصل ضرب الجذرين الرموز يكون الحل أحلى إذن هذا السؤال رح يفقى واجب عليكم اللي هو سؤال الـ 2020 سؤال الـ 2018 أيضاً واجب عليكم سؤال سهل كون المعادلة التربيعية ذات المعاملات الحقيقية إذن هو داي يقول لي بالسؤال Real Coeficients هو داي يقول لي ذات المعاملات الحقيقية أنا عندي ملاحظة تقول إذا كانت المعادلة التربيعية معاملاتها حقيقية فإن الجذرين مترافقاً زين هو ناطيني أحد الجذرين هذا شا سوي له رح أسوي لهم وربحة دانية رح أقول الـ H يساوي لازم حوله إلى الصيغة الجبرية جذر 3 ناقص I تربيع 3 ناقص 2 جذر 3 I زائد I تربيع ورسالة شديدة اللهجة على اليوم اللي ممسويها 2 في الأول في الثاني دير بالكم من عدها إذن معناها رح يصير عندي 2 ناقص 2 جذر 3 I بما أن المعاملات حقيقية لابد أن الجذر الآخر هو 2 زائد 2 جذر 3 I ومن ثم إيجاد مجموعة الجذرين وحاصل ضرب الجذرين وكتابة القانون والتعويض إذن هذا السؤال أيضا رح يبقى واجب عليكم ورح تلقو بالأسئلة الوزارية إذا تردون تأخذون صورة بس للسؤال بعد هنا رح نستعرض مجموعة من الأسئلة الوزارية ورح تشوفون كل الأسئلة الوزارية اللي رح تشوفوها هي أسهل من الأسئلة اللي حليناها في بداية المحاضرة هذا السؤال سؤال الـ 2015 دور ثاني إذا كان 200 ناقص أربعة I هو أحد جذري المعادلة 200 X 4 ناقص X ناقص B X زائد C ناقص 6 يساوي صفر جد قيمتي أي B و C تنتمي إلى R طبعا المنزمة ما المتميزين موجود نفس السؤال ولكن باللغة الإنجليزية يقول لي مكان ما يقول لي أحد جذري يقول لي one of root إذن هنا لا يمكن المقارنة بالصورة القياسية إلا بعد ما أجعلها تشبه الصورة القياسية بالبداية رح أجي أسحب X عامل مشترك يعني رح يصير عندي إثنياً X تربيع ناقص وهنا أكتب X يعني كأنه شا سحبت أسحب السالب X عامل مشترك لكن واحدة سحبتها من اليسر ووحدة من اليمنى لضرورة المقارنة إيش رح يبقى عندي هنا يبقى واحد سائد B X سائد C ناقص 6 تساوي صفر أخليها جوا إيدي ما طول ده يقول لي B وال C تنتمي إلى R إذن المعاملات حقيقية لسه بعض الطلاب من ده يجيب له هذا السؤال بالامتحان يقول لي شو أنت ما قلت المعاملات حقيقية يعني مو قل لي حجي حجي المعاملات حقيقية يعني ده أقول لك B وال C تنتمي إلى R إذن معناها المعاملات حقيقية لسه إذا كان أحد الجذرين هو 200 ناقص 4 لابد أن الجذر الآخر هو 200 زائد أربعة من أجي أجمع الجذرين رح يصيرون أربعة من أجي أضرب الجذرين رح يصيرون عشرين من أجي أكتب المعادلة رح أصير X تربيع ناقص أربعة X زائد عشرين يساوي صفر هس هنا أريد تقول لي المقارنة جائزة أم غير جائزة ولماذا المقارنة شو تقولون بعد الباقين أكو هواية طلاب طالبات يعني مستمعين ما ريد يجي استمع على هذه الدرجة ما ريد يعني لازم مشاركة نام عبد الله أضرب المعادلة في ثنين لو أضرب المعادلة لحصلتها في ثنين حتى صير ثنين X تربيع ناقص مانية X زائد أربعين يساوي صفر لو أقسم هذه المعادلة على ثنين كيف يمكن نضرب في ثنين تكون أسهل يعني قارن هسه شو رح يصير صر ال واحد زاد نعم اللي يساوي ثمانية يساوي ثمانية دي اش ما قرأت الإشارة سالبة ثمانية عامو لأنه هي أصلا سالبة إذن الثنين عتم سالبات فالإشارة أقرأها أو ما أقرأها متأثر لكن إذا كانت موجبات بعض الطلاب يسحب لي موجب عامل مشترك يعني هنا شي يقول لي هي يقول لي ثنين X تربيع زائد وهنا X هي يقول لي رح تبقى سالب واحد ناقص بي زائد C ناقص ستة تساوي صفر أقول لهم صح بس من تجهة قارن رح تقول لي سالب واحد ناقص به وإشارتها تساوي سالب ثمانية إذن معناها البي ش رح تساوي تساوي سبعة البي تساوي سبعة وبعد السي ناقص ستة تساوي أربعين إيه ساوي أربعين يعني معناها السي ش رح يصير عندي ستة أربعين السي رح يصير عندي ستة وأربعين والسؤال الوزاري سهل جدا وفكرة السؤال فقط بالعامل المشترك أنت في كل الأحوال لازم تسحب X عامل المشترك لكن تريد تسحب وياه موجب تريد تسحب سالب بكيفكم لكن بالمقارنة لازم واحد يدير باله اللي عنده مداخلة على السؤال نعم حمراء نعم أستاذ بدأت السؤال اثنين X تربيع نزلناها نعم سالب نزلت القوس من سحب نعامل المشترك على X صار واحد على X ليش نزل موجب B المفروض سالب B ليش مو سالب على سالب يعني يسا أريد منك السالب النوب دخليه على القوس شو صير سالب واحد ناخص بي هي هاي دا رجعت نفس نعم أستاذ شكرا يعني أنا حتى أتأكد من مغلطان بالإشارة ببالكم اللي سحبتوا عامل المشترك دخلوا مرة ثانية على القوس شوفوا رح يرجع نفسه لو ما يرجع نفسه يعني هسه أنا خليه اعتبر الأكس هنا يم السالب وقره السالب إذا أضربها بالقوس رح ترجع نفسه لو ما ترجع إذا رجعت يعني معناها أنا حال صحيح سؤال الالفين وثمنتعش نفس الفكرة إذا كان أحد جذري المعادلة التربيعية هو واحد ناقص ثلاثة آي جد قيمة بي وسي تنتمي لها هسه من أريد أخليها تشبه الصورة القياسية أكس تربيع هذه المكانة إذا ردت أقول هنا سالب وإذا ردت أقول هنا أكس زائد سي زائد ثمانية يساوي صفر أريد تقولولي داخل القوس إذا سحب السالب نعم ضحا سالب واحد زائد حكيا رح يصير سالب واحد زائد وإذا ردت أسحب موجب فرح يصير واحد ناقص زين هاي المعادلة أحد الجذرين هو واحد ناقص ثلاثة آي أكيد الجذر الآخر هو واحد زائد ثلاثة آي لأنه يقول لي بالسؤال بي وسيط تم إلى آر مجموع الجذرين رح يساوي ثنيا وحاصل ضرب الجذرين رح يساوي عشرة إذن المعادلة رح يصير أكستر بي ناقص اثنيا أكس زائد عشرة يساوي صفر هل تجوز المقارنة نعم تجوز المقارنة للمعامل أكستر بي واحد فرح يصير السالب واحد زائد بي هذا هو نفسه ثنيا وأجي أستخرج قيمة بي اللي هو ثلاثة ورح يصير عندي السي زائد ثمانية هو نفسه العشرة يعني معناها السي تساوي ثنيا وأعتقد سؤال الالفين وثمون طعس سهل جدا سؤال الالفين وتسو وطعش نفس السال وفاللي سولفناها قبل شوية هنا منوى المعلوم المعلوم حاصل الضرب فأكيد المعاملات ليست حقيقية يعني معناها الجذران غير مترافقان فرح أجي أفرض الجذر الآخر كي أحد الجذرين ثلاثة ناقص أربعة آي رح أبدي بحاصل الضرب وأنتهي بالجمع والحل موجود عندكم بالمنزمة الجذر الآخر هو ثنيا زائد آي وقيمة خمسة ناقص ثلاثة آي السؤال ما موجود بالكتاب ولكن فكرته منهجية جدا سؤال 2019 نفس العملية حاصل الضرب معلوم والجمع هو المجهول إذن نفس العملية رح أبدي بحاصل الضرب وأنتهي بالجمع وبالملزمة حتى بالأسهم أنا أسوي لكم المقارنة يعني رح أجي أبدي بحاصل الضرب وأنتهي بعملية الجمع هذا أيضا رح يكون واجب عليكم والدرس القادم إن شاء الله الواجبات والمادة اللي رح نأخذها هي التالية خلي نروح الملزمة ونشوف شنو المادة اللي رح نأخذها بالدرس القادم إن شاء الله ترحوا لي الملزمة صفحة 101 صفحة 101 كلها أسئلة إترائية الدرس القادم رح يكون مخصص لمناقشة هذه الأسئلة ألموت بعد العيد مباشرة الأسبوع القادم رح نتلك مياه استراحة أسبوع العيد كله اللي عنده نقوصات ممكن يرجع يراجع وبعد العيد رح نبدأ إن شاء الله بأشكال أرجاند ونستلم هنا إن شاء الله دي موظر إذن هنا صفحة 101 الواجبات العليكم سؤال الأول والثاني أشروها طلعوا الملزمة مالتكم والسؤال الخامس والسؤال السادس والسؤال السابع والتاسع والتلتعش وأربع وطعش هذا اللي رح نناقش الدرس القادم واحد اثنين خمسة ستة سبعة تسعة تلتعش أربع وطعش وراها رح تقلبون الورقة صفحة 102 سؤال اخمسطعش وسؤال 18 بجميع فروعه سؤال 18 من ال 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 اذن ذني الواجبات ولكن هذه الواجبات ما ريد تحلوهن بالدفتر الصفي سؤولي دفتر خاص مع الاثرائيات جايتنا هواي اثرائيات بكل الفصول حتى ليصير دفتر الفصل كل الشبير وبعديا بالامتحان الوزاري ما تعرفون اشتقرون وتقولون اشلون اللحق هذه بعديا بالوزاري من رح السؤالوني الاثرائيات نقراها لو ما نقراها اقولكم روح الدفتر الاثرائيات بس الصفح يعني لا تستخدمون ورقة وقلم بس هنا الفكرة اذكرها بس لكن اللي ينقر ورقة وقلم فقط كتاب زائد وزاريات يعني اللي موجود داخل الملسمة اذا هذا يقرأ ورقة وقلم لكن اثرائيات تصفح رح اقولكم في وقتها اذا حاليها قبل فراجعوها اذا محلها عفوها لكن شنو فايدة الاثرائيات تقوي المدارك الرياضياتية يعني شنو السؤال الاثرائي حتى لو مراد يجي بالوزاري رح يصير عكم قدرة رياضياتية عجيبة بحيث السؤال من يجي بالوزاري اذا بفكرة اللي ما متعلم على الاثرائيات يجوز يحتاج لفد نص حتى يقدر يحل السؤال لكن اللي فقبل فبخمس دقائق يلقوا في الفكرة مات يعني عقله رح يصير متمرس مر رياضياتيا اذا هذه الغاية من الاسئلة الاثرائية هذه رح نناقشها ان شاء الله الدرس القادم اليوم نشفتوا ريقي اشعدكم اسئلة قبل من غادر نعم رح هذا يعني الاربعاء ادن امتحان اليوم الاربعاء رح يكون امتحان بسيط هو من ذني يعني رح اجيب لكم معادلة تربيعية شون الاسئلة اللي اخذناها اليوم لو اخلي الجمع مجهول لو اخلي الضرب مجهول وطيكم واحد من الجذرين اقول لكم اريد الجذر الاخر وقيمة المجهول يعني سؤال اعتيادي مو اترائي سؤال الامتحان رح يكون اعتيادي وورا الامتحان ان شاء الله رح نحاول الناقش دني الاسئلة اللي اريد منكم تحاولون تحلوها رح تلقون بعض المشاكل في حل الاسئلة وان شاء الله رح نتغلب على هذه المشاكل شكرا لحضوركم اليوم وتصبحون على اخير اشتركوا في القناة